اشتركوا في القناة في النهارة الحلقة بتاعتنا هتكون مقدمة عن الصناعات الغذائية خصوصا الفصل الدراسي التاني اللي هي هتشمل التلاتة وحدات اللي المفروض احنا هنتكلم فيهم ان شاء الله قبل ما تكلم عن التلاتة الوحدات احنا طبعا حطينا البنية الاساسية في الوحدات التلاتة الاساسية الاولانية والبنية دي هي الاساس اللي احنا ان شاء الله هنبتدي نتكلم ونبتدي نقول التلاتة وحدات اللي بعد كده الوحدة الأولى كانت بتشمل عرفنا يعني إيه علم التغذية يعني إيه الغذاء والتغذية وعرفنا يعني إيه إزاي تكون وجبة غذائية المتكملة إزاي الإنسان لو ما تناولش الوجبات الغذائية المتكملة إزاي بيصاب بأمراض سوء التغذية اتكلمنا عن أنواع الفيتامينات المختلفة في المواد الغذائية وعرفنا الفيتامينات الدايبة في المياه والفيتامينات الدايبة في الدهن وعرفنا أعراض نقص كل نوع من أنواع الفيتامينات طبعا احنا اتكلمنا عن الفيتامينات بحكم انها احد المكونات الاساسية في الاغذية احنا خدنا الغذاء خدنا المواد الجايبوهيدراتية وخدنا المواد البروتينية والمواد الدهنية وخدنا الفيتامينات وخدنا الاملاح المعدنية وخدنا المية خدنا كل المكونات دي بتاعت المواد الغذائية وعرفنا اعراض زيادتها واعراض نقصها ايه وموجودة فين وكانت الوحدة خاصة بتاعة الفيتامينات كانت وحدة شيقة جدا وبقينا نعرف دلوقتي إزاي نعد واجبة غزائية متكاملة تحتوي على معظم العناصر الغزائية علشان خاطر ما نصبش بأي نوع من سوق التغزيم وعرفنا إن في بعض أنواع الفيتامينات لها علاقة بالجهاز العصبي زي مجموعة فييتامين به وقلنا إن في مجموعة برضو اللي هي علاقة بالكسح والين العزام زي عندك فيتامين دال وزي إن أنت تتعرض لإشعة الشمس علشان خاطر ما توصبش بأي نوع من هشاشة العزام والكساح والين العزام اتكلمنا برضو عن الأملاح المعدنية وقلنا يعني إيه أملاح معدنية وكلمنا وقلنا أملاح المعدنية دي بتشمل الكالسيم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد واليود كل دي خدناها خدنا أعراض نقصها وأعراض نقصها إيه وعرفنا أنواع الأنمية الغزائية إيه وتطرقنا برضو إلى يعرفنا يعني إيه إنسان مريد ويعني إيه إنسان حامل للمرض وإزاي إنسان يعني بيبقى حامل صفة المرض أو إنسان سليم عرفنا الفرق بينهم إيه وتكلمنا طبعا عن أنواع الأنمية الوراثية أنمية الفول وأنمية البحر المتوسط والأنمية المنجلية والأعراض بتاعتها إيه وعرفنا كويس جدا أن إحنا لابد أن إحنا قدر إمكاننا أن إحنا نحافظ على نفسنا كل ما كان عندك تغذيتك سليمة كل ما حتكون جسمك سليم وبالتالي صحتك كويسة جدا ومش هيعصيبك بإذن الله أي نوع من أنواع الأمراض لابد أن إنت ما تركزش على نوع معين من الغزاء لأن التركيز على نوع معين من الغزاء له أثار وحشة جدا طبعا أجناء الطلبة أنا أفردتكم طبعا من خلال الدروس العملية إزاي الإنسان يكون وجبة غزائية لمريض مثلا عندك مريض السكر مريض الكلا عندك مريض الناس الرياضيين الأمراض القلب كلام ده كله دلوقتي أكيد عندك بقى يعني خبرة كويسة أن إنت إزاي تعمل إزاي تعدي لنفسك وجبة غزائية وإزاي تعدي لمريض مصاب بأي نوع من الأمراض إزاي أن إنت تحط له الوجبة الغزائية بطريقة سليمة برضو اتكلمنا عن الاشتراطات الصحية للمصانع اتكلمنا عن إيه عليها وعرفنا إيه هي الممارسات الصحية التي تساهم في الحصول على غزاء آمن عرفنا عن إيه ممارسة صحية وعرفنا برضو أن في مصانع الأغزية لابد أن العاملين القائمين على عملية التصنيع لابد أن يكون معهم شهدات صحية تزبط خلوههم من أي أمراض معدية اتكلمنا عن شروط البناء بتاع المصنع واتكلمنا عن كل حاجة خاصة بالمصنع بحيث تبقى ممارسات التصنيع جيدة وفي نفس الوقت تكون شروط الصحية كويسة إن شاء الله الترمده ده هيتناول ثلاث وحدات أساسية وكلها ثلاث وحدات شيقة جدا وكل واحدة يعني شيقة عن اللي قبلها الوحدة الأولى إحنا هناخد فيها عن طرق حفظ الأغزية إيه طرق حفظ الأغزية؟ هناخد منها حاجات كتيرة جدا أول حاجتين إحنا هناخدهم وحنتطرق للتفاصيل بتاعتهم اللي هي الحفظ باستخدام درجة الحرارة المنخفضة إحنا هنتكلم عن حاجتين في هذه الوحدة هنتكلم عن عملية التبريد وعن عملية التجميد طبعا طلبت أنت تعديت على سنة أولى طبعا ما عديت على سنة أولى خط درس كامل ووحدة كاملة عن طرق حفظ الأغزية وإحنا كلمنا برضو من ضمن طرق حفظ الأغزية استخدام الحرارة المرتفعة واستخدام الحرارة المنخفضة كلمنا عن المرتفعة في السنة أولى البسترة والتعقيم واتكلمنا عن الحرارة المنخفضة زي عملية التبريد وعملية التجميد طب نشوف كده مع بعض إيه أهداف الوحدة دي؟ الوحدة ربعا من أول أهداف بتاعتها أول حاجة الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة زي إيه عندنا؟ زي ما إحنا شايفين كده اللي هي أهداف الوحدة أول حاجة يكون الطالب قادر على يبقى الطالب قادر على إيه؟ رقم واحد إنه هو معرفة الطرق المسنى للحفظ بالتجميد إزاي يعرفت حفظ بالتجميد؟ إحنا عندنا المادة الغذائية بتتعرض لعوامل فساد كتيرة جدا إيه هي عوامل الفساد؟ إن المادة الغذائية ممكن تتعرض لها عوامل الفساد ممكن تكون ناتجة نتيجة الأحياء الدقيقة عندنا أنواع كتيرة من الأحياء الدقيقة عندنا فطريات عندنا الخمائر عندنا البكتيريا كل دي لو كانت موجودة دي هتعمل لك إيه؟ هتعمل لك حاجة وحشة جدا في الأخصية هتعمل لك فساد فيه عندك كمان ممكن الغذاء يصاب بنوع من الفساد عن طريق التفاعلات الكيميائية فيه حاجة بعض أنواع التفاعلات الكيميائية بتحصل بتديك تغيرات غير مرغوبة يعني مثلا عندنا مثلا يحصل تزنخ لبعض أنواع الدهون بيحصل عمليات التخمرات زي عندك مثلا تخمر السكريات لما بيحصل بيتحول إلى كحول وعندك ساني أكسيدي الكربون فيه تفاعلات بتحصل داخل المادة الغذائية بتدي ألوان غير مرغوب فيها طيب فيه عندك ممكن التغيرات أو العوامل الفساد بتشمل مثلا ممكن التغيرات الفيزيائية الطبيعية أي تغيير فيزيائية زي مثلا عندك الزبول والانكماش لبعض أنواع الفكهة والخضر كل دي اسمها عوامل تؤدي إلى اللي هي عوامل الفساد احنا دلوقتي عملية الحفظ أن احنا بنعمل عملية تصبيت أو تقليل لهذه العوامل اللي هي عوامل الفساد طيب برضو الكلام ده احنا خدناه في الصف الأول بس هناخده بطريقة باستفادة أكتر يعني مثلا عندك مثلا عملية التبريد احنا إيه اللي هناخده في التبريد هناخد يعني ايه معنى كلمة التبريد يعني ايه معنى كلمة ايه تبريد التبريد عبارة عن ايه ان انت بتخفض درجة تحرارة المادة الغزائية بتقلل عوامل الفساد بس ما بتوقفهاش طيب التبريد ده طبعا هناخد فيه انت ممكن بتعمل التبريد بايه ايه هي الوسائل المستخدمة في عملية التبريد الوسائل اللي احنا بنستخدمها في عملية التبريد كتيرة جدا عندك اول حاجة ممكن ان احنا نستخدم التلج العادي وده هنتكلم فيه تلجة عادي خالص مية بتبتجمدها بتتحول لتلج وبالتالي انت بتبتدي تعمل عملية ايه بتبتدي تعمل عملية التبريد فيها برضو في عندك حاجة تانية حاجة اسمها المخاليط المبردة وحنتكلم عليها بشيء من الاستفادة إن شاء الله أثناء تناولي هذا الدرس أو هذه الوحدة المخاليط المبردة دي بتبقى عبارة عن ماء تلجي وفي ملح الملح ده بيعمل ايه؟ بيساعد على خفض درجة حرارة التلج وديت من الحاجات اللي احنا هنستخدمها إن شاء الله في عمليات التبريد طب في عندك كمان من دمن الوسائل بتاعة التبريد في عندك سوائل التبريد قبل ما قول سوائل التبريد هقول التلج الجاف يعني ايه تلج جاف؟ هنعرف يعني ايه كلمة تلج جاف؟ تلج جاف إن هو ساني أكسيد الكربون موجود في الصورة الصلبة برضو من دمن الحاجات اللي احنا هناخدها هناخد سوائل التبريد وسوائل التبريد ده هو الكلام اللي حيبقى أساسي عندنا ايه سوائل التبريد؟ سوائل التبريد هناخد يعني ايه كلمة سائل تبريد؟ السائل اللي بيبقى موجود في التلاجة اللي بيمتص حرارة الطعام عشان تنخفض درجة حرارة المادة الغذائية وما يحصلش فيها اي نوع من انواع الفساد صح ولا لا عندنا سوائل التبريد كتيرة جدا حاجات كتيرة فيها عندك فيريون 22 فيها عندك فيريون 11 فيها عندك فيريون 21 ده من ضمن السوائل اللي هناخدها هناخد الأمونيا هناخد ساني أكسيدي الكربون هناخد مميزات كل حاجة اللي هي سوائل التبريد اللي بستخدمها في التلاجات طيب عندنا برضو اللي احنا هناخده برضو سوائل التبريد هنقول ايه الخواص بتاعتها ايه خواص السائل التبريد هل ايه سائل عندي انا بستخدمه في عمليات في التلاجات لأ طبعا انا بستخدم سائل التبريد ممكن لازم يعني اقول كده كم كلمة كده عليه ان احنا لابد ان يكون انخفاض درجة غليانه وانخفاض درجة تجمده دي من ضمن الحاجات الاساسية المفروض تقوم موجودة في سائل التبريد انخفاض درجة غليانه انخفاض درجة تجمده ارتفاع الحرارة الكاملة لتبخيره دي برضو من ضمن الحاجات عشان خطر السائل يتبخر بسرعة خلاص دي من ضمن الحاجات المابود برضو انه يكون الغاز ده ما يتفاعلش مع معدن التلاجة السائل ده لا يتفاعل مع معدن التلاجة ما حدش انا سائل تبريد ابو السلايب يتفاعل مع معدن التلاجة ويعمل تآكل للمعدن طبعا برضو يكون غير سام بحيث ان احنا لو حصل تسريب فيه ما يبقاش سام يحصل سمية لا غلط ما يحصلش طبعا برضو لابد ان يكون غير قابل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ما يبقاش انا يحصل عندي تسريب ولو حصل فيه مكان فيه اي لهب يحصل انفجار لا طبعا الكلام ده المفروض ما يكونش موجود يكون رخيص التمن لابد ان يكون رخيص التمن عشان عملية التبريد تتم بتكلفة قليلة برضو لابد ان هو ليكون ليست له رائحة نفازة ما يبقاش فيه مثلا تسريب تبصي تلاقي اي يحصل لرائحة نفازة وممكن يغير لك طعم الاكل او ريحة الاكل اللي عندك كل دي اسمها سوائل التبريد ودي بتيجي طبعا ما نيجي نتطرق لها هنتكلم عليها بصفة يعني بايه هي سوائل التبريد كل سائل ايه هي المواصفات بتاعته وايه هي العيوب والمميزات بتاعته دي الخواص الاساسية اللي المفروض ان انا استخدمها في سائل التبريد برضو هناخد من ده من السوائل التبريد هناخد الامونيا طبعا احنا بالنسبة للفريون 22 كل هدي الشروط اللي هي موجودة فيه هتبصي تلاقي موجودة في الفريون يعتبر من اجود ومن احسن السوائل التبريد اللي انا بستخدمها في عمليات التبريد الفريون بتبقى درجة غلانة حوالي سلب 30 درجة مئوي وبرضو لا يتفاعل مع معدن التلاجة وغير سام وغير قابل للاشتعال كل دي حاجات متوفرة في الفريون انما عندك مثلا عندك حاجة زي الامونيا النشادر كانوا بيستخدموها زمان طب بس وجدوا ان لها برضو حاجة خطيرة جدا ايه هو بنجد ان لها رح نفازة رح تنشادر رح نفازة نجد برضو انها بتتفاعل مع يعني بتسبب تهيج للجهاز المخاطل التنفسي للجسم رح تنفازة جدا فممكن اي حد عنده حزاسية ممكن يصاب بتهيج في الجهاز التنفسي دي برضو من ضمن الحاجات المفروض نخلي بالنا منها برضو هو لا يشتعل ولا يساعد على اشتعل ولكن اذا وجد بنسبة معينة من الهوى قد يؤدي الى الاشتعال برضو هناخد الكلام ده النهاردة اللي هي تعريقة الحفظ طرق المسلى من هنا ناخد مثلا معرفة سائل التبريد ودورة التبريد بالتلاجة هي عبارة عن ايه وحناخد حفظ وتداول الاغذية المجمدة بطريقة سليمة برضو المهارات اللي المفروض هناخدها في هذه الوحدة هناخد ايه انه هو ازاي نحفظ الخضروات الورقية بالتبريد وازاي ان احنا نجهز ونجمد البسلة الخضرة وازاي نحسب نسبة التصافي لها برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض هاخدها هناخد تجميد العصائر الفراولة والمانجو والمشمش والبرتقان ازاي نعرف نجمدهم بطريقة مزبوطة طبعا احنا هنشوف المحاصيل اللي موجودة عندنا او الخضروات اللي موجودة في نفس في نفس يعني الشهر اللي موجود في الفترة الدراسية وناخدها ونجمد بعض انواع خصوصا البرتقان اللي هو موجود معنا والفراولة ممكن ان احنا نعمله في هذا الترمي طبعا برضو هنحكم على مدى جودة الاغذية عندنا المعارف اللي هي جزء النظري اللي المفروض هناخده في هذا الجزء هناخد نظرية التبريد هنعرف يعني ايه تبريد وهنعرف غازات وسوائل التبريد وهنعرف طورة التبريد في التلاجة المنزلية برضو نتطرق لهذه النوحة هنحكلم فيها شوية ان بالنسبة لسوائل التبريد طبعا زي ما انا اتكلمت وقلت الشروط اللي هي المفروض تتوفر في سائل التبريد اللي هي انخفاض درجة الغليان وانخفاض درجة التجمد وارتفاع الحرارة كامنة للتبخير طبعا احنا قلنا الكلام ده موجود عندنا فين؟ في الفريون ولكن عندنا في الامونيا نجد ان في بعض العيوب موجودة وبالتالي احنا ما نستخدمش الامونيا قوي ساني اكسيدي الكربون برضو بتتميز برضو انه يعتبر من السوائل التبريد اللي هي ممكن ان احنا نستخدمها بتوصل درجة الغليان بتاعته سلب 79 درجة مئوي اذا انت من خلال الشروط الواجب توفرها في سوائل التبريد هتبصي تلاقي نفسك عارف ايه هو احسن سائل تبريد ممكن ان احنا نستخدمه هو يعتبر الفريون لا يعني عليه برضو هناخد نظام التبريد او نظم التبريد في التلاجة عندنا فيه نظام اللي هو اسمه نظام الكبس وفيه نظام الانتصاص هنشرح دورة التلاجة يعني ايه كلمة نظام الكبس ازاي ازاي سائل التبريد بيكون موجود في الخزان بتاع التلاجة وبعد كده مبنيجي نفتح سمام التمدد ازاي بيدخل في انابيب الانتشار او انابيب التبخير وازاي بيمتص حرارة الاكل اللي جوه التلاجة ويتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية وازاي بيدخل بعد كده على الكمبريسور عشان يعاد مرة سائل مرة تانية الدورة دي هتتشرح بالتفصيل مع الرسم في ان شاء الله في الحلقات القادمة برضو ان شاء الله هناخد نظام الامتصاص والفرق بينه وبين نظام الامتصاص الكابس والامتصاص ايه الفرق بينهم وهناخدها برضو بشيء من التفصيل من ضمن الحاجات برضو اللي احنا هناخدها وبردو حاجات شيقة اللي هي المواد العزلة المواد العزلة اللي في التلاجة هنعرف ايه شروط المواد العزلة المواد العزلة دي بتتحط في التلاجات علشان خاطر درجة حرارة التلاجة ما تطلعش برا يبقى احنا حكمين التلاجة كويس جدا الباب يتقف الكويس وفيه مواد عزلة موجودة عشان خاطر تمنع تصرب الحرارة درجة الحرارة برا التلاجة طيب ايه هي المواد العزلة دي المواد العزلة فيها عندنا حاجات كتيرة جدا ممكن بنستخدم الفلين ممكن بنستخدم الخشب ممكن بنستخدم الشعر ممكن بنستخدم الصوف الزجاجي ممكن بنستخدم السلوتيكس وممكن بنستخدم نشارة الخشب كل دي اسمها مواد عازلة يمكن ان تستخدم فيه التلاجات المواد العازلة دي برضو زي ما احنا خدنا شروط اعملية سائل التبريد هناخد برضو شروط المواد العازلة ايه المواد العازلة دي المواد العازلة هي مواد توضع عشان خاطر تمنع تصرب حرارة التلاجة برا بتالي احنا بنحافظ على درجة حرارة التبريد بطريقة صحيحة لابد ان مادة المادة اللي هي العزلة لابد ان تكون غير موصلة للحرارة غير موصلة للحرارة ودي يعني رضيقة التوصيل للحرارة دي رقم واحد بتكون مقاومة للآفات والحشرات ما تبقاش مكان حلو كده الحشرات تنفر منها دي المفروض من ضمن شروط المواد العزلة لا تشتعل ولا تساعد على الاشتعال برضو تكون مواد غير سامة تكون مواد غير هيجروسكوبية بمعنى ايه غير هيجروسكوبية؟ يعني ما تنتصش الرطوبة ودي من ضمن الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة في المواد العزلة وبناء على هذا بيتم اختيار المادة العزلة الممتازة اللي تتوائم وتتلائم مع هذه المميزات يبقى احنا كده خدنا مواد عزلة وخدنا حنتكلم عن سائل التبريد وحنتكلم على نظم التبريد اللي هو نظام الكابس ونظام الانتصاص كلمنا عن التبريد برضو حنقول برضو ان التبريد وسيلة حفظ مؤقتة وليست مستديمة لانها زي ما انتو خدته في صف الاول انها بتقللك عوامل الفساد ولكن لا توقف عوامل الفساد صحي كده؟ في غرف تبريد كتيرة جدا لابد ان هي بتحرص قدر امكانك ان انت ما يحصلش تزبزب في درجات الحرارة بالنسبة لغرف التبريد علشان ما تصبش المواد الغذائية باي نوع من انواع الفساد بعد كده برضو حنتطرق الى الحفظ بالتجميد واحنا قلنا ان الفرق بين التبريد والتجميد ان التجميد تعتبر وسيلة حفظ مستديمة وليست وسيلة حفظ مؤقتة لانها قلنا انها بتوقف عوامل الفساد بتوقفها تماما طيب في حاجات عايز اقولك عليها التجميد في خطوات عامة بنعملها في عملية تجميد الخضر والفاكهة خصوصا لو اي حد عاوز يعمل عملية تجميد انت اول حاجة بتعملها ايه؟ ان انت بتختار الصنف الملائم بتختار الصنف بيكون مكتمل النضج وبيكون الصنف اللي عندك ماله بيكون خالي من اي اصابات شطرية او اصابات حشرية بيكون كل حاجة فيه ممتازة كل ما ابتديت بخامة كويسة ان شاء الله الشغل بتاعك حيكون ممتاز جدا وان شاء الله باذن الله في هذا الترم حنجمد بسلة يعني انجمد بسلة حنعرف ازاي نجمد البسلة طيب حنقولها من خلال كده كلامنا ازاي حنجمد بسلة مثلا احنا بناخد طبعا السمار اللي عندك فاكهة او خضر ونبتدي نعمل لها عملية الفرز وبنعمل عملية الغسيل طبعا احنا ما بنجي نعمل الغسيل فيه طرق للغسيل طبعا فيه كل نوع من انواع السمار نوع طريقة معينة في الغسيل وحناخدها ان شاء الله بشيء من التفصيل من خلال المكرر طبعا بعد كده ما بتجي تعمل عملية الغسيل وبتعمل عملية الفرز بتعمل عملية التأشير لو فيه بعض انواع السمار حيتعمل لها عملية تأشير طبعا لابد انها تتقشر عملية التأشير دي مش أي نوع من أنواع السمار بتقشر زي بعضها في عندنا تأشير بالسكاكين العادية أنت تمسك السكين العادية وتقشر السمار اللي عندك في نوع تاني من أنواع التأشير اللي هو التأشير بالاحتكاك وحنشرح الجهاز بتاع الكربوراندم إزاي هو بيعمل احتكاك للثمرة بتاعتك بحيث تعمل عملية احتكاك للطبقة الخارجية وبالتالي تشيل الطبقة الخارجية برضو في برضو عندنا نوع تاني من التأشير زي التأشير ببخار المية انت بتعرض السمار لبخار المية تشعل عليها تبتدي تترتشلها عندك ممكن تقشر الطماطم تقشر الخوخ تقشر المشمش بهذه الطريقة وبتبقى فعالة جدا طب ممكن ان انت تقشر كمان بالماء المغلي ازاي الماء المغلي ان انت بتحط السمرة بتاعتك او الخضر او الفكهة في مية بتغليها المدة من ديتين لتلات دقايق وبعد كده بتبقى سهل ان انت تقشر القشر اللي عليها زي ايه زي عندنا البطاطس احنا عندنا البطاطس ممكن نقشرها بالطريقة دي وممكن برضو الطماطم طيب في عندك كمان حاجة تانية ممكن ان انت بتقشر بالقلوي ان انت بتستخدم صودة كوية تركيزة خفيف طبعا بتقعها حوالي واحد في المية وبتحط فيها السمار السمار اللي عليها طبقة شمعية زي مثلا او عليها زغب زي عندك المشمش في عندك البرقوق في عندك العنب دي بتحطها بتغمرها في محلول مخفف من الصودة كوية وبعد كده بتطلحها وتخسلها على طول طبعا القلوي ده حيساعد على ازالة جزء كبير من القشر الخارجية على طول بدون ادنى مجهود ودي حاجة كويسة جدا يعني ساعات احنا بقى طبعا في الامتحان بنجيب لك من اهم طرق التقشر نجيب لك نوع السمار ونقول لك ايه بيتقشر بايه في عندك نوع تاني من التقشير مثلا التقشير باللهب يعني ايه تقشير باللهب ان انا بستخدم حرارة نار زي البصل والتوم ممكن احنا نقشره باللهب خصوصا لما بيكون الكميات كبيرة عندنا نبتدي نعمل لها عملية لما ديجي نعمل عملية التجميل نبتدي ايه نبتدي ايه نبتدي ايه نبتدي ايه ممكن ان احنا نقشر عن طريق الزيت هل ممكن نقشر حاجة عن طريق الزيت اه ممكن زي ايه زي الفلفل الفلفل بيبقى عليه طبقة كده اشرة خفيفة ممكن ان هو يتشال عن طريق التقشير بايه التقشير بالزيت طبعا شفت انت خدت عملية تجهيز السمار كلها عرفت كل نوع من السمار ليه طريقة فيه التجهيز وعرفت ازاي بيتقشر بعد كده بتبتدي تاخد السمار دي وتبتدي تعمل لها عملية ايه بتعمل عملية تدريج خلي بالك ان في عندنا برضو تاخد بالك ان في عندنا حنفرق بين حاجتين وهقولك برضو الشرحة بتاعها ان انت بتعمل تدريج وصفي وفي حاجة اسمها التدريج الحجمي تدريج الوصفي اللي هو تبعا للجودة يعني ايه الجودة الحاجات اللي شكلها مثلا تعايز تجمد فراولة الفراولة اللونة احمر وبتميز بصفات جودة عليها دي بتفصلها لوحدها بحيث ان دي تبقى فرزة اول او درجة اولى فيه الدرجة التانية والدرجة التالتة ده اسمه الوصفي ان انت بتقى بتقسم على حسب الجودة فيه نوع تاني من التدريج اسمه ايه اسمه التدريج الحجمي يعني ايه التدريج الحجمي ان انت بتاخد كل الحاجة اللي حجبها زي بعض بتحطها مع بعض خلاص كده يبقى انت كده عملت عملية ايه عملية تجهيز كامل للسمر اللي عندك يعني ايه تجهيز كامل خدت عملت مثلا اول حاجة عملت الغسيل وعملت الفرز وعملت كل دي اسمها تجهيز للسمر في خطوة أساسية طبعا بقا هي موجودة في عملية التجميد ومش موجودة في عملية التبريد إيه الخطوة دي الخطوة دي اسمها خطوة السلق يعني إيه خطوة السلق خطوة السلق ان انت بتسلق الخضار اللي عندك مدة من دي ألتيتين زي البسلة كده اللي احنا هنجمدها البسلة قبل ما منجي نجمدها باجيب الميا المغلية طبعا وابتدي أحط فيها البسلة لمدة اثنين لتلت دقائGM طب ليه السلق ده لي مزايا كتيرة جدا اول ميزة من مزايا السلق رقم واحد انه بيقضي على الانزيمات المؤكسدة اللي بتغير لك اللون وبالتالي انت لما حتيجي تجمد المادة الغذائية لا يمكن حيحصل لها اي نوع من تغيير اللون برضو السلق بيعملك ايه لو انت عندك خضروات ورقية حجمها كبير زي السبانخ مثلا حيستجمد مثلا 30-40 كيلو لما انت تعمل عملية السلق هيقل حجم السمار وبالتالي سهل انها تتعبى وبالتالي سهل انها تتعمل لها عملية الايه عملية التجميد برضو ان عملية السلق بتشيل اي مواد مخاطية موجودة على السمار وبالتالي دي بتبقى حلوة بتبقى ما بتقصرش على عملية التجميد زي عندك ايه زي عندك القلقاس وعندك البامية المادة المخاطية بتاعتها دي بتتشال خصوصا حتى كمان لما تيجي تعلبها شاء لما المادة المخاطية دي لما تتشال وتيجي تعلب ما يحصلش المحلول يبقى لونه مش مظبوط يعني يبقى احنا كده ده استغسل برضو السلق تعتبر عملية تعقيم جزئية انت بتتعمل معاملة حرية ففي بعض انواع الحياة الدقيقة تبتدي تموت بجراء عملية السلق دي طبعا تكون لها بالاضافة ان السلق بيحافظ على بعض المكونات من الفيتامينات وبالتالي خطوة السلق دي بتبقى خطوة مهمة كده يبقى احنا دلوقتي عملنا عملية السلق بعد كده بتبتدي بتعمل عملية التعبئة وبعد كده بتعمل عملية التجميد وبعد كده بتعمل عملية التخزين خلي بالك كويس جدا ان التجميد ده بيحسن بعض مظاهر صفات المادة الغذائية يعني احنا ممكن نستخدم التجميد في صناعة الايس كريم بيحسن من الخواص بتاعها ممكن نستخدم التجميد في ان احنا بنجمد بعض انواع من العصائر ودي حاجة حلوة جدا خلي بالك برضو ان التجميد لما بتيجي تحط المادة الغذائية جوه الديفريزيرات لابد ان انت بتفصل انواع المختلفة من المواد الغذائية يعني مثلا عندك مثلا حتجمد حتجمد مثلا طوم ما تجيش تحط التلاجات بتاعت الطوم او الغرب بتاعت الطوم تحط معها فراولة ما ينفعش يبقى كل حاجة لابد من الفصل التام ما بين المجموعات الغذائية المختلفة الفاكرة مع بعضها الخضر مع بعضه عندك حاجات شرائحتها نفذة مع بعضها علشان ما يحصلش انتقال للروائح ما بين المواد الغذائية وبالتالي تكتسب المواد الغذائية طعم غير مرغوب فيها برضو من ضمن الحاجات اللي احنا برضو من ضمن الحاجات اللي حنقولها في العمليات برضو دي يعني جاية في المنهج عندنا ان في بعض انواع الثمار احنا بنغمرها في شمع البرافين السائل علشان خاطر نحتفظ بالرطوبة بتاعتها وتخليها شكلها ايه لامع دي من ضمن الحاجات برضو اللي مكتوبة في المنهج عندك التجميد عندك في عندنا هنتطرق لانواع التجميد انواع التجميد وحنعرف يعني ايه كلمة تجميد سريع ويعني ايه تجميد بطيء ايه الفرق بينهم الفرق بينهم ايه طبعا المقرنة دي بتبقى مهمة جدا في المنهج يعني مثلا عندك التجميد بطيء من كلمة بطيء يعني بياخد وقت طويل بياخد ممكن 6-8 ساعات انما التجميد السريع ممكن بياخد لك نص ساعة والحاجة بتتجمد على طول التجميد السريع تبص تلاقي بلورات التلج صغيرة ومنتظمة وداخل النسيج بتاعك وبالتالي احنا بنحافظ على النسيج بتاع المادة الغذائية طيب بالنسبة ملهاش يعني ملهاش اي تأثير ميكانيكي على الانسجة لكن لو انت عملت تجميد بطيء هتبص تلاقي بلورات التلج كبيرة وغير منتظمة وحتبص تلاقيها خارج النسيج خارج النسيج اف اذا هتأثر لها تأثير ميكانيكي على الانسجة يبقى تخلي بالك من الحاجات دي كويس برضو من ضمن الحاجات اللي انت حتدرسها هذا الترب يعني ايه كلمة سائل منفصل كلمة سائل منفصل اللي هو بنسميه الدرب الدرب يعني ايه تبقي تاخد اللحمة من الفريزر وتبقي تسيبها لحد ما تنصهر هتبص تلاقي فيه سائل بينزل منها السائل ده اسمه الدرب السائل ده ممتاز جدا جدا السائل ده فيه معظم الاملاح المعدنية والقيمة الغذائية لللحمة كلها موجودة في هذا السائل اذا كل ما انت احتفظت بالمادة الغذائية بسائل الدرب جوه المادة الغذائية هتحفظ جودة المادة الغذائية والقيمة الغذائية بتاعتها طب انا ليه ما تترك لهذه المعلومة علشان اما اجا اقولك الفرق بين التجميد السريع والتجميد البطير اقولك ان التجميد السريع كمية السائل المنفصل من المادة الغذائية بعد صهرها بتبقى قليلة شكدة المادة الغذائية بتحتفظ بكلمتها الغذائية ولكن في حالة المادة الغذائية في حالة التجميد البطيء نبس تلاقي المادة الغذائية لا تحتفظ بالدريب بتاعها وبالتالي بتفقد القيمة الغذائية بتاعتها لذلك يفضل التجميد السريع عن التجميد البطيء ونجي نشرحها أكتر وحنشرح درجات الحرارة اللي بيتم عندها التجميد السريع والبطيء علشان تعرف ايه اللي بيحصل برضو حتتطرق في جزء التجميد لحاجة مهمة ازاي ان انت بتعمل صهر للتلج اللي موجود على انابيب التبخير في التلجات ممكن تعمل لها صهر بالهوى العادي ممكن بالكهرباء يعني ايه بالكهرباء ان احنا نحطها نحية الانبيب بتاعت التبخير سخانات السخانات دي هتدوب لك التلج اللي موجود على الانبيب بتاعت التبخير الكلام ده كله هناخده بشيء من التفصيل برضو من ده من الحاجات اللي احنا هناخدها كيفية تداول المادة الغذائية المجمدة وما هي الاعتبارات الواجب مراعاتها ان احنا لما بنيجي المادة الغذائية المجمدة لابد ان احنا نغلفها تغليف جيد نغلفها تغليف جيد يعني عندك اللحمة اللحمة لما تيجي تحطها في التجميد لابد ان تغلف جيدا لحتى لا تصاب حروق التجميد دي من ضمن الحاجات او من ضمن التغيرات اللي بتحصل اثناء عملية التجميد ايه تغيرات فيه تغيرات كتيرة جدا انت هتاخد فيه حاجات ممكن ان احنا نلاحظها وممكن فيه حاجات ما نلاحظهاش بيحصل بالنسبة للمادة الغذائية قد يحدث لها حروق تجميد اذا لم تغلف التغليف المناسب لها دي اول حاجة طيب رقم اتنين ممكن تحصل ايه ممكن يحصل فقد لبعض انواع الفيتامينات خصوصا فيتامين به واحد بالنسبة للفيتامينات اللي هي الدايبة في الدهن اللي هي نقص بالسقليل طيب بالنسبة للمواد البروتينية قد يحدث حاجة اسمها دي ناتوريشن للبروتين اللي هو تجمع البروتين هل معنى كده ان القيمة الحيوية بتاعته بتبقى ضعيفة بتبقى مش قوية لا القيمة الحيوية بتاعته جميلة وكويسة بس هو بيحصل ايه بيحصل ان هو بيحصل تجمع ودي اسمها اللي هي دي ناتوريشن بالنسبة للدهون قلنا ان الدهون برضو بيحصل لها حاجة مهمة جدا ايه هو قد يحدث تزنخ لبعض انواع الدهون قد يحدث تزنخ لبعض انواع الدهون خلال طول فترة التجميد شكده فيه بعض انواع المواد الغذائي زي السمك نسبة الدهن فيها بتبقى عالية شكده لا يفضل ان هو يجمد فترات طويلة لانه بيحتس له التزنخ كذلك فيه عندك لحم الخنزير لحم الخنزير اقصى حاجة ليه داخل الفريزر او التجميد حوالي 6 اشهر لان نسبة الدهون فيها عالية برضو عندك لحم البط برضو تخلي بالك كويس انه بيقعدش فترات طويلة جوه الفريزر عشان خاطر او التجميد عشان خاطر ما يصبش باي نوع من انواع التزنخ الكلام ده كله اسمه ايه اسمه تغيرات بتحصل في عملية التجميد لابد ان انت لما تيجي تجمد المادة الغذائية لابد ان تكون هناك ممارسات تصناعية صحيحة وشروط صحية جيدة ازاي لابد ما يكونش فيه تزبزب فيه درجات حرارة التجميد ما يبقاش كهرباء تفسد التجميد يسقطين فريزرات تسيح ترجع تاني كهرباء تيجي الكلام ده لابد ان يكون مراعاة ما يحصلش تزبزبات عشان ما يقصرش على قيمة الغذائية للمادة المجمدة الده فريزرات اللي انت بتحط فيه المواد الغذائية لابد ان تكون نظيفة تماما بتتنظف كويس جدا طريقة الترتيب بتاعت المادة الغذائية بتكتب على تاريخ دخول المادة الغذائية داخل التجميد وخرجها يعني بتدخل امتى عشان لما نيجي نخرجها نخرجها اول واحدة عشان ما تقعدش فترة طويلة عندنا لابد ان احنا نحرص الحرص الكامل مفيش حاجة تتكبس على بعضها كمواد غذائية لابد ان تكون هناك فراغ بحيس ان يبقى فيه طيار من الهواء البارد بيلف حوالين المادة الغذائية وبنضمن ان عملية التجميد تمت على اكمل وجه طبعا بيبقى فيه لابد ان بيكون فيه متابعة دورية لغرف التجميد علشان خاطر يبقى عندنا المواد المجمدة اللي عندنا بتكون ممتازة وما يكونش فيها اي نوع من الانواع التطور كوس التجميد ده جزء جميل جدا انت لو خدته بطريقة سالسة كده هتلاقي نفسك هتحبه فلنه طبعا احنا في المعمل هنبتدي هتجمد البسلة والبسلة سهلة جدا والطلبة ساعات بتعمل مشاريع صغيرة في عمليات التجميد دي بيجهزوا الخضار ويبتدوا يعملوا عملية التجميد بطريقة صحيحة بس خلي بالك كمان في فرق بين ما تيجي تبرد وما تيجي تجمد ما تيجي تبرد انت مش هتصلوا الخضار لا دي انت يضبك حتجهز وبعد كده تبتدي تحط فين تبتدي تحط في العبوات المناسبة وتحط في التلاجة لكن لما تقول تجميد لابد ان احنا بنعمل عملية السل طب تعالوا نشوف كده الشريحة اللي بعد كده عندنا المعارف اللي بتاخد من المدارات عندك نظرية التبريد وغازات وسوائل التبريد ودورة التبريد في التلاجة المنزلية هناخد الخطوات العامة لتبريد وتجميد الأغذية ودي من ضمن الحاجات المفروض هناخدها بإذن الله في الترمي التاني هناخد التغيرات التي تطرق على الأغذية المبردة والمجمدة والفرق بين التجميد السريع والتجميد البطيء هناخد برضو الاشتراطات الصحية الواجب معاطعة عند التغزين وتدول الأغذية المجمدة قلنا طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا مفيش تدرج مفيش تزبسك في درجات الحرارة ويتكون الدفريزارات اللي عندنا مفصلة يعني الحاجات بتاعت التوم غير بتاعت الفراولة غير بتاعت اي حاجة تانية ولابد ان يكون هناك اشتراطات صحية جيدة الوحدة الخمسة الوحدة الخمسة دي هتتكلم عن ايه اللي هي اهداف الوحدة ان يكون الطالب قادر على ايه هو بقى معرفة الاصناف الجيدة في المواد الخام الداخلة في صناعة الشراب الطبيعي في حاجة تانية ايه هي معرفة الطرق المسلى لانتاج شراب طبيعي جيد وكيفية حساب نسبة التركيز النهائي للشراب هناخد حاجات كمان هناخد المهارات اللي احنا المفروض هنعملها هنعمل ايه نصنع شراب المشمش الطبيعي هنصنع شراب البرتقال الطبيعي نصنع شراب البرتقال الطبيعي نحسب نسبة هو المفروض شراب البرتقال الصناعي نحسب نسبة التركيز النهائي في صناعة الشراب هنا كان فيه تدريب عملي لبعض الطلبة وهم بيعملوا العصير بتاع البرتقال وهنا برضو بندرب الطلبة على عملية تصنيع المرباط طيب المعارف اللي بتخدم المهارات اللي موهودة اللي المفروض هندرسها في الوحدة دي اول حاجة هنبتدي نعرف الشراب الطبيعي والصناعي وحنعرف الخامات المستخدمة في الصناعة والقيمة الغذائية لها هنعرف برضو الخطوات العامة لصناعة الشراب الطبيعي والصناعي وصفات الشراب الجيد وعيوب الشراب وتلفية طيب قبل الوقتي عايزة اتكلم برضو عن الوحدة الخمسة دي الوحدة الخمسة دي اللي انا قلتلكه هنتكلم عن الشراب الشراب يعني ايه عندنا الشراب فيه فرق بين 3 حاجات لازم تاخد بالك منهم ودي انت يمكن خدت حاجات منها في سنة اولى وفي الناس اللي بتدرس منهج الجدارات اللي هي المناهج القائمة على الجدارات اللي هو المنهج بتاع العصائر والمركزات هتبصي تلاقي الكلام ده موجود فيه بطريقة برضو مفصلة جدا احنا عندنا الشراب الطبيعي تفرق بين عصير وشراب طبيعي وشراب صناعي العصير هي عبارة عن عصارة الفكهة او الخضر اللي هو اللي هي بتبقى موجودة جوا الصمرة عندك ملهاش اي اضافات وبتبقى خالية من البذور والقشور والالياف وبتبقى متعاملة بطريقة حفز مناسبة ده بالنسبة للايه للعصير طيب الشراب الطبيعي الشراب الطبيعي هو عبارة عن عصير فكهة او خضر طيب ما له مضاف الي بعض الاضافات زي الاضافات فيه عندك الاضافات بتاعته عندك ممكن نضيف سكر احنا بنضيف فيه سكر طيب فيه عندك بتضيف الوان الوان مصرح باستخدامها قد تكون الوان طبيعية او صناعية مصرح باستخدامها ممكن نضيف الاسنسات عشان الاسنس بيزود المركبات الطعم والريح برضو دي من ضمن الحاجات برضو بنضيف حامد الستريك احد الاحماض العضوية اللي هو حامد الستريك اللي هو ملح اللمون اللي احنا خدناه كزا مرة انه هو بيمنع ظاهرة التسكير يبقى انت عندك كزا مكون عندك يبارة عن عصير وعندك سكر وعندك اسنس وفيه عندك محمد الستريك وفيه عندك الالوان الالوان الطبيعية او الصناعية المصرح باستخدامها طيب احنا لازم نبقى عارفين كويس جدا ان القيمة الغذائية هناخد بالزبط القيمة الغذائية للشراب الطبيعي شراب الطبيعي طبعا كنته الغذائية بتبقى عالية لانك انت بتستخدم عصير والعصير الطبيعي بيبقى فيه فيتامينات وبيبقى فيه أملاح معدنية زي ما احنا عندنا مثلا عندك نسبة فيتامينات سيب تبقى عالية جدا في البرتقان وفيه عندك فيلمون فيه عندك فيه بعض انواع يعني كل حاجة بتبقى لها قيمة غذائية عالية ده بالنسبة للشراب الطبيعي برضو لابد ان احنا نبقى عارفين ان الشراب الطبيعي برضو مصدر للطاقة لان حتبص تلاقي فيه نسبة سكريات عالية موجودة فيه طب احنا برضو هنعرفك ازاي تعمل او الخطوات الاساسية في صناعة الشراب الطبيعي من اول بداية ان انت ما بتيجي تاخذ الصمرة واختيار الصمف بتاعك وتبتدي تعمل عملية الفرز وهتعمل الغسيل برضو هناخد طرق الغسيل المختلفة لما تيجي تخسل فرولة غير لما تيجي تخسل تفاح مثلا برضو هناخد بعد عملية الغسيل هنبتدي نعمل عملية العصر وهنعرف انت من خلال صف الاول خدنا انواع العصارات المختلفة في العصائر المختلفة يعني عندك مثلا العصارات مخروطية دي باستخدمها في البرتقان طيب خدنا العصارات الذاتة زراعة ضغط برضو في البرتقان في عندك عصارات لا حصرة لها عصارات لا حصرة لها العصارات الاستوانية ودي باستخدمها في بتاعت ايه في قصب السكر في عصارات الجزر كل دي عصارات بنستخدم بما يتلقى مع طبيعة الصمرة اللي أنا المفروض هعمل منها العصير حتي أنا طبعا عملت العصير وكل حاجة باخد العصير ده وابتدي اضيف عليه السكر في طرق كتيرة جدا هتاخدها برضو بالفرق بينهم الجزء ده برضو مشروح كويس جدا فيه الجدارات بتاعة المركزات والعصائر للصف الثالث طرق اصافة السكر فيه كذا طريقة فيه فيه اضافة السكر على البارد وفيه اضافة السكر على الساخن وفيه اضافة السكر النصف الساخن طيب الطريقة دي برضو لابد ان احنا هنعمل ان شاء الله مقارنة بينهم خلال الدرس النظري بتاعنا ازاي يعني على البارد ازاي ان انت بتاخد العصير وتحطه على السكر وتبتدي تقلبه لحد ما يدوب السكر وما بتستخدمش اي معاملة حرارية فيه على الساخن ان انت بتحط العصير على النهر وتحطه على السكر وتبتدي تعمل عملية التقليب لحد لما السكر يدوب معاك النصف ساخن ان انت بتاخد مية بره وتحط ميته عادل تلت حجم العصير وتبتدي تحط عليه السكر وتبتدي تقلب تسخن المحلول السكري ده واسناء كده ما يسخن تبتدي تحطه على العصير عندك وتبتدي تعمل عملية التقليب طيب ايه الفايدة من الكلام ده الفايدة من الكلام ده احنا هناخده هنشوف افضل طريقة وهنعمل مقارنات بينهم ايه الطريقة الباردة من ناحية الطعم هل الطريقة الباردة احسن ولا الساخنة احسن اه الناحية الترويق ما يحصل ظاهرة الترويق اللي احنا اخدناها في الصف الاول اللي هو انفصال الشراب الى طبقتين طبقة غم او طبقة فتحة هنعرف عملية هل بتحصل ظاهرة الترويق في اضافة السكر على البارد ولا لا وعا الساخن طبعا على الساخن مش يحصل ظاهرة الترويق عشان الحرارة موتت او قتلت الانزيمات اللي بتعمل ظاهرة الترويق طبعا المقارنات دي ان شاء الله برضو هنتطرق لها في الفصل الدراسي التاني وهتبقى الدراسة دي شريكة جدا طبعا طبعا انت بعد لما تيجي تعمل و بتحط لاضافة السكر طبعا بتبتدي تحط حمد الستريك بتحطه بنسبة 3 جرام لكل 1 كيلو سكر طبعا تخلي بالك كويس ان حمد الستريك ده بيضاف ليه بيضاف عشان يمنع ظاهرة التسكير ويمنع ان بلورات السكر او السكر اللي ابتدى خلاص يسقييا صهر ميرجعش يتكتل مرة تانية ويعمل البلورات بتاعتك اللي هي ممكن تأثر لك تبقى حيب في الشراب عندك برضو الشراب الطبيعي احنا ساعات نحط الأسانس لابد ان احنا بعد ما نوقف خالص نحط الأسانس ده اخر حاجة وبيكون على البغض احسن علشان ما يتطيرش وما يحصلش فيه اي نوع من انواع يعني يغير طعمه طيب بعد كده طبعا بتاخد الشراب ده وتبتدي حنعرف ازاي نعمل عملية التعبئة السليمة ازاي بنعمل خلخلة للهوى يعني ايه خلخلة للهوى ان احنا بنشين معظم الهوى اللي موجود فيه عشان لما نجي نعبيه ما يقصرش الهوى ده ويسبب لك اكسدة في اللون بتاع الشراب بتاعك برضو من ضمن الحاجات اللي انت هتاخدها هناخد الشراب الصناعي يعني ايه كلمة شراب صناعي شراب الصناعي عبارة عن كلها حاجة صناعية مفهاش حاجة طبيعية خالص يعني مفهاش اي عصير اي عصير طبيعي طبعا احنا هنعمل في المعمل باذن الله اللي هو الشراب الورد الصناعي شراب الورد الصناعي ده من الحاجات المتدولة وبتبقى طعمها جميل جدا والطلبة لما بيجي يعملوها بتبقى ممتازة جدا طب الشراب الصناعي ده هتبصي تلاقي عبارة عن عبارة عن محلول سكري عبارة عن ايه عبارة عن محلول سكري المحلول السكري ده مية بسكر يعني عندنا 30 مية و70 بالوزن سكر ويبتدي المحلول ده نبتدي نسخانه على النار لحد ما تحصل الاذابة الكاملة خلاص بعد كده بتبتدي تحط طبعا بتبتدي تحط حامض استريك بمعدل خمسة جرام لكل واحد كيلو سكر وبعد كده تبتدي بعد كده تطف في النار كده وتبتدي تحط لو انت عندك لون او عندك الأسانس اللي هتحطه تحطه على البارد علشان ما يتطيرش وبعد كده برضو نفس الطريقة بنعمل عملية التعبئة بتحت ظروف وشروط صحية هناخد الطريقة بالتفصيل ازاي نصنع شراب الورد الصناعي برضو نخلي بالنا كويس جدا اني هممكن اقولك كارن ما بين الشراب الطبيعي والشراب الصناعي نعرف ان القيمة الغذائية للشراب الصناعي قليلة لاني ما فياش حاجة طبيعية لكن الشراب الطبيعي نسبة المواد يعني القيمة الغذائية بتاعته عالية وبالتالي هتبسط لاقيه مفيد للانسان برضو الشراب الطبيعي بيرفع من بيعمل توازن اسموزي للجسم وبيساعد على سرعة عملية الهضم دي من ضمن برضو الحاجات اللي لازم برضو نعرفها في الشراب الطبيعي انت عملت شغلك صح برضو لابد ان انت تعرف تقيس التركيز تخدت في سنة اولى الاستخدامات الايدرومترات مش خدت الايدرومتر وخدت الرفركتومتر ودي بلها بتعمل ايه؟ دي بتقيس نسبة المواد الصلبة بتقيس نسبة المواد الصلبة طب مواد الصلبة الدايبة انت ممكن ببساطة جديدة جدا ان انت هنعرف ازاي من خلال ان احنا الشراب الطبيعي والشراب الصناعي ان احنا ازاي نعرف قياسات ايدرومترية نعرف ازاي نقيس التركيز بالرفركتوميتر وبنشوف نسبة المواد الصلبة فيها قد ايه وبالتالي هنبقى عارفين ماشيين صح ولا لا احنا عارفين من خلال التركيز بنعرف طبعا ان نحفظ المادة الغذائية الشراب الصناعي بنوصل تركيز سبعين بيركس ودي طبعا تركيز حافز ممكن ما نستخدمش مادة حافزة ولكن في الشراب الطبيعي لابد ان احنا بنستخدم المواد الحافزة المادة الحافزة في الشراب الطبيعي اسمها بنزوات باراهيدروكسيميسايل بنزوات باراهيدروكسيميسايل او بنزوات السوديوم ودي طبعا لها نسبة في المواصفة القياسية وليها تأثير على الخمائر برضو ساعات بيضاف مواد الثانوكسيديكابريت ودي بغرض الحفاظ على اللون في الشراب تخلي بالنا كويس جدا طالما عملنا صح وابتدينا بخيمات صح والاساس العلمي صح واشتغلنا صح حتبس تلاقي المنتج عندي حيبقى ممتاز ممتاز من حيثه ايه ممتاز من حيث اللون والطعم والرائحة والقوام تاني لون طعم رائحة قوام دي حتبس تلاقيه كويسة جدا لون تبس تلاقيه اللون بتاعه يحتفظ باللون وطعم الفكهة المصنع منها او العصير المصنع منها طعم طعم واضح قوام قوام مزبوط لان انت عمل تركيز مزبوط طعم لو انت ما عملتش الطريقة طرق سليمة او استخدمت طرق غير سليمة او فيه خلل فيه عمليات تصنيع حتبس تلاقيه حتظهر عندك العيوب بتاع الشراب الطبيعي وخلي بالك كويس جدا الشراب الطبيعي دي احنا اخد عيوب كتيرة جدا فيها يعني مثلا انا بحب تملي كده احب اجيب حاجات بسيطة من كل حاجة علشان تبقى انت معايا فيه تسلسل في المنهج وانت بترتب افكارك معايا مثلا عندك هتبص تلاقي الشراب الطبيعي لونه وحش طيب لونه وحش يعني ايه رضيء اللون او فيه شوائب يبقى انت ما عملتش عملية تصفية كويس صح للعصير انت استخدمت عصير فيه شوائب وفيه اللوب بتاعه واشتغلت بيه فودي انت تعمل عملية عملية ترشيح وتصفية وترويق يبقى دي حاجة عمرها او انت استخدمت نوع من انواع السمار رضيئة غير كاملة النطج طب وبالتالي هيحصل ايه وبالتالي هتبصي تلاقي نفسك الشراب اللي عندك ظهر فيه لون غير مرغف فيه او ان انت احملت زودت من مدة الطبخ مثلا حصل كرمالة للسكر وانت بتعمل الشراب الطبيعي هتبصي تلاقي برضو يؤثر لك على اللون ممكن الشراب عندك يكون طعم ومش مستساخ انت زودت نسبة الحامض بنسبة عالية جدا وبالتالي هيعمل لك طعم غير مستساخ مش مزبوط او انت زودت نسبة المادة الحافظة اللي عندك او انت اما جيت عصارة العصير العصير اللي عملنا استخدمنا عصارات معدنية وبالتالي هتبصي تلاقي طعم العصير عندك هيتغير تماما ممكن العصير يحصل له ترويق انزيمي يعني ايه ترويق تبصي تلاقي الشراب الطبيعي سوري مش العصير الشراب الطبيعي يحصل انفصال للشراب طبقتين طبقة دكنة وطبقة فتحة نقول ده سببه ايه انزيمات ما عملناش عملية بسطرة مزبوطة كل دي عيوب كتيرة جدا هتاخدها العفن والتسكير كل ده هنقعف كل نوع العب بتاعه ايه وايه ازاي ان احنا نتدفع وازاي ان احنا ما يحصلش عندنا اي نوع من هذا الخطأ طبعا كمان هنديك ايه هي الممارسات التصناعية الجيدة اللي انت المفروض تعملها داخل المعمل عشان ما يحصلش عندك اي عيوب بداية من اختيار الصوف لحد نظفة الادوات ونظفتك انت كشخص وانت بتمارس عمليات التصنيع تلبس البلط بتاعك الأبيض تلبس الليطائية تلبس الكفازات جدا جدا وبالتالي ان شاء الله هيبقى عندك الشراب الطبيعي والصناعية عندك ممتاز مفوش اي خطأ ده الوحدة التالت التانية مش التانية هي الوحدة الرابعة دي الوحدة الخمسة اللي انت هتتطرق فيها طيب تعالي نشوف مع بعض كده الوحدة الستة هناخد فيها ايه الوحدة الستة اللي عندنا ايه عندنا اول حاجة فيها اهداف الوحدة يكون الطالب قادر على معرفة الحفز بخفض نسبة الرطوبة بالاغذية يعني خفض نسبة الرطوبة احقول لكم يعني ايه معناها اللي هي التكفيف او معرفة الطرق المختلفة المستخدمة في التكفيف دي من ضمن الحاجات اللي المفروض هناخد بالنا منها برضو وكيفية انتاج وتغزين وتداول الاغذية المجففة هنتكلم المهارات اللي احنا ممكن هناخدها في هذا الجزء هناخد يجفف الهنب وممكن نجفف الملوخية وممكن نجفف البسلة وحنصنع أمر الدين يصنع أمر الدين وحنسترجع الاغذية المجففة اللي هي العصائر المجففة دي من ضمن الحاجات المهارات اللي المفروض ان احنا هنعملها المتاحة لنا هنعملها بإذن الله ان شاء الله طيب عندنا برضو المعارف ان المفروض هنستخدمها او هنتكلم فيها يعني الجزء النظري اللي هنتكلم فيه اول حاجة هنعرف يعني ايه كلمة تعريف يعني ايه تكفيف ايه المواد الخام الدخلة في صناعة التكفيف هنتكلم برضو عن حاجة تانية اسمها الأدوات المستخدمة في صناعة التكفيف اللي هي طرق التكفيف المختلفة برضو هنتكلم عن حساب نسبة التكفيف وتكفيف الخضر وتكفيف الفكرة برضو الحتة تي هزا اتكلم فيها شوية برضو احنا دلوقتي ما اجي اقول لك يعني ايه كلمة يعني ايه خفض نسبة الرطوبة خلي بالك ان عملية التكفيف اللي احنا هنستخدمها هي عبارة عن خفض نسبة الرطوبة للحد اللي ما بيسمحش بنمو الأحياء الدقيقة دي تعتبر من طرق الحفز احنا خدناها في الصف الاول من طرق الحفز التكفيف وعرفنا في الصف الاول ان فيه نسبة للتكفيف بالنسبة للخضر وبالنسبة للفكهة يعني انت مثلا عايز تجفف خضر حتجففها لنسبة تكفيف لحد 4% عايز تجفف فكهة حتجففها نسبة 24% ودي هتبقى ليه علشان فيه الفكهة تحتوي على نسبة من السكريات السكريات دي بتمسك جزء من الماء بحيس ان الجزء ده مش هيقدر انه هو يعني يتطير منه اللي انا عايز اقولك عليه برضو ان عندنا طرق تكفيف كتيرة جدا منها التكفيف الشمسي والتكفيف الصناعي باذن الله ان شاء الله هناخد يعني ايه تكفيف صناعي وحناخد يعني ايه تكفيف شمسي وحناخد انواع المجففات الصناعية انواعها ايه ونظام الهوى شغال فيها ازاي والمجففات الشمسية هنعرف انظمة التكفيف الشمسي المباشر والغير مباشر ونظام متعدد الانظمة كلام ده هناخده بشأن الاستفادة والتفصيل في الوحدة الستة إن شاء الله منها قيم وشير جدا بإذن الله وحتستفيدوا به إن شاء الله أتمنى من الطلبة والطالبات يكونوا إلى حد ما عرفوا الفصل الدراسي الثاني حيكون عندهم إيه على أمل اللقاء بيهم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته